ضاعفت سيطرة تنظيم داعش محافظة نينوى ومدن الموصل وتكريت الخشية من ان يبادر التنظيم المتشدد في المرحلة المقبلة الى اعلان دولته الممتدة من ريف حلب شمال سوريا مرورا بالرقاء ودير الزور وصولا الى الانباري والموصل بعد ان باتت غالبية هذه المساحة الجغرافية خاضعة لسيطرة العسكرية بينما يواصل مقاتلوه معاركهم للسيطرة على ما تبقى منها مستفيدين من الخيانات الداخلية والاطماع الاقليمية عندما قام قادة المعارضة باستقدام مسلح داعش الى مطار منغ العسكري لاحتلاله لم يكونوا يدرون انهم قد احضروا الدب الى كرمهم فخلال عامين فقد مسلح الجيش الحر الكثير من مناطق سيطرتها لصالح داعش وقد ضعفت سيطرة داعش على مدينة الموصل العراقية امس الثلاثاء الخشية من ان يبادل التنظيم المتشدد في المرحلة المقبلة الى اعلان دولته الممتدة من ريف حلب شمال سوريا مرورا بالرقة ودير الزور وصولا الى الانبار والموصل بعد ان باتت غالبية هذه المساحة الجغرافية خاضعة لسيطرته العسكرية بينما يواصل مقاتلوه معاركهم للسيطرة على ما تبقى منها مستفيدين من ضعف القوى المعتدلة ومحدودية امكانياتها العسكرية وتعتمد قوة داعش في سوريا على جنود اغلبهم شباب في اول العمر اكثرهم من جنسيات عربية ولد اندلاع التمرد والفوضى في سوريا استنهضت داعش المجال الحيوي لسيطرة القبائلية على ما تعتبره منطقة نفوذ دولتها جغرافيا في منطقة الجزيرة الفراتية الممتدة عبر العراق وسوريا بعربها وكردها على ان تمتد لاحقا لتعبئ البادية كلها هكذا ستنتقل الى العمل في شرق الاردن وشمال السعودية وبذلك تستكمل مدهى الحيوي الجغرافي الاجتماعي كاملا ويعني ذلك رسم حدود جديدة للدول القائمة فتنتهي سوريا عند حلب والعراق ينتهي بالقرب من بغداد والاردن ينتهي غرب سكة حديد الحجاز ويتقلص في السلسلة الجبلية بينما تتقلص الحدود السعودية لتخسر اراضيها الشمالية بدءا بدومة الجندل ويأتي استكمال المشروع في الجوار المصري عبر شبه جزيرة سيناء ويبدو ان توسع نفوذ التنظيم المعروف بتسمية داعش من سوريا الى العراق لم يكن ممكنا لو لا توطيد تحالفاته مع زعماء العشائر في المنطقة والاستفادة من مصادر التمويل لسيما عبر النفط التي سبق وسيطر عليها في مناطق شرق سوريا لتحصين مواقعه في العراق وترجح تقارير استخباراتية وجود عدد من الضباط داخل الجيش العراقي يتعاونون مع التنظيم المتشدد لتزويده بالمعلومات لتسهيل تحرك قواته ومن استهدافها وترى هذه التقارير ان سرعة الانهيار العسكري في الموصل امام هجوم داعش يدل على ان جزءا من الجيش العراقي يساعد التنظيم وتبقى الدلالات الاستخباراتية والجغرافية لهذا التمدد الداعشي في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا اذ تنفتح الابواب امام تمدد التنظيم نحو مناطق الجزيرة السورية مستغلا بذلك الظهر الاستراتيجي له في العراق ويهاجم داعش حاليا على جبهتين الاولى جبهة سوريا التي تندفع نحوها عبر ممرين الانبار ونينوة وجبهة داخل العراق التي تمتد فيها من خلال نينوة حيث تم الاستلاء على تكريت ومحاصرة الانبار تمدد داعش من نينوة الاراقية حتى الحسكة في سوريا يأتي توازيا مع تمدده من الانبار حتى الرقة وهو مرتبط ايضا بتمدد داعش في دير الزور بهدف السيطرة عليه ما يعني انه يسعى للسيطرة على سائر مناطق شمال الشرق سوريا نحو غربها وصولا لحلب وتوحيدها مع مناطق غرب العراق الانبار ونينوة لتكون نواة اعلان ما يعتبره الخلافة الاسلامية